نبدأ فقراتنا ولازم نؤكد على إنه إحنا عندنا شوية كويسين هنتكلم فيهم على الإجراءات اللي خادتها الدولة المصرية علشان التخفيف من حدة الأزمة اللي العالم بيمر بيها بحط لك تحتها 200-300 خط العالم بيمر بيها الدولة خدت مجموعة من الإجراءات هنتكلم عليها بالتفصيل بس بعد شوية وإجراءات بالمناسبة تطمنك طب إجراءات إزاي بالحقائق والأرقام بس أصبر علي شوية ومن ضمن الحاجات بالمناسبة اللي خادتها الدولة من إجراءات هي المسألة بتاعة الطلاب المصريين اللي راجعين من أوكرانيا ووصلوا الحمد لله إلى بلادهم جمهورية مصر العربية بصحة وبسلامة بدأ الطلاب المصريين في التوافد على مقر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ده بدأ من النهاردة الصبح ليه؟ لتقديم أوراقهم اللي هيتعامل بيها إيه؟ اللي بالتأكيد هيستكمل أو تستكمل بيها دراساتهم بالمناسبة يعني دي صورة كده توضح وجود الطلاب في الوزارة علشان استكمال دراساتهم في مصر طيب استكمال الدراسة في مصر ليه مجموعة من الضوابط المسألة مع عمرها ما هتمشي كده يعني من غير ضوابط لازم يبقى فيه عندنا ضوابط وشروط وإجراءات تتخذ عشان كل واحد ياخد حقه بالتمام الضوابط دي أقرها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بالتأكيد وأيضا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتتم دراسة أوضاع الطلاب المصريين اللي كانوا بتدرسوا في الجامعات الأوكرانية وبيتم وبالأصح التوجيه كان الحرص الكامل على مستقبل أولادنا دول ترجمة نانسي قنقر